تعالوا نشوف حكاية البطة دي وجبنا البيضة منين وحضلناها ازاي هنشوف كل الحاجات دي في الفيديو اللي جاي ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معكم اخوكم مصطفى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من سلاس صدكة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له صدكة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل هذا الفيديو علما ينتفع به في حياتي وبعد ما مات بسم الله نبدأ على بركة الله موضوع فيديو النهاردة بيضة البط اللي انا كنت محضنها تحت الحمام هنروح كده بسرعة نشوف الحمامة اللي رأده دي جيب البيضة بسم الله بسم الله ما شاء الله اهو كده بانت اكتر بسم الله ما شاء الله انا بنوري لك البيضة وهي بتنقر علشان اه نوريها لك ان شاء الله بكرة لما تفقس دي بيضة البط دي البيضة الوحيدة انا كنت محضن ثلاث بيضات دي البيضة اللي طلعت اه مخصبة لكن الاتنين الثانين طلعوا فارغين ان شاء الله لو بيض حتى بيض وز ممكن هيفقس ان شاء الله لكن قبل ما رجع بيضة البط هقول لحضرتك هنعمل ايه زيت دي ما بعمل دايما مع البيض الحمام واي بيض لما البيضة بتنقر كده عشان نتجنب كبس الكاتكوت فيها او الزغلول اه معايا اهو المية هو الافضل مية دافية لكن انا مش معايا دلوقتي انا فجأت انها بتنقر كده يا جماعة اهو بقوم حتى تحت المية كده شوية وارجعها تاني اه لو مرتين ثلاثة في اليوم وقت ما بطلع بعمل العاملة دي دي بتسهل جدا على اه الكاتكوت وهو بينقر البيضة ان هو يكسرها رجعنا البيضة تاني طيب البيضة البط اللي هي بتنقر دي في حد قال لي في التعليقات رغم ان انا كنت قيل في الفيديو لكن هو الظهر ما اخدش باله قال لي اه ان بيضة البط بتقعد كتير على ما بتفقس مش زي بيضة الحمام فعلا هو يمكن يقصد يسأل انت بتعمل ايه يعني بتخلي الحمامة ترقد المدة الطاولة ليه ازاي يعني اه ان ممكن حمامة هتقوم وتسيب البيض فعلا انا بخليها ترقد التمنتاشر يوم بس اللي هي اه بترقدهم على بيض الحمام بعد كده بنقل البيضة بتاعت البط دي باخدها احطها تحت ايه جز تاني ما بسيبهاش لاني هتسيبها تقوم انا بقوم اخدها حاصطها تحت حمام تاني فده تالت مرة انقلها دي تالت مرة انقلها فانقلتها من اكتر اه من جز حمام حتى تلاحظ حضرتك الكارتونة دي اللي كان فيها البطين اللي فوق الفرغين الفيديو السابق اللي قبل كده كنت حاطط البطين الفرغين هنا فهم ما قعدوش هنا كتير فانا فرستهم لقيت ان هم فرغين فاشلت البطين الفرغين خلاص وحطت في مكانها البيضة اه البيضة اللي هي المخصبة دي ان شاء الله بكرة اصورها لكم اه نكمل الفيديو واحنا شايفين البط عشان نسبت بالدليل ان الحمام يقدر يفقس حتى بيض الوز مش بيض البط بس تعالوا نشوف النهاردة بيضة البط اللي احنا شفناها مبارح فقست ولا لسه اقرب كده ده لسه ما فقستش بسم الله ما شاء الله انا حاسس بالبطة تهز البيضة في ايدي خلاص يعني على وشك طيب برضو هنرشها مية زي ما عملنا مبارح. نرشها مية. مية على خفيف كده طبعا انا كل ما بطلع بعمل العاملة دي. لكن في الثلاث ايام الاخرينين بس زي المزارع بتاعة البيض الفقاسات لما بتعمل بيرش اخر تلاث ايام مية. ان شاء الله بتهزف ايدي خالص. قربت يعني على وشك. اه طيب هنسيبها ولما تفقس نورها لكم مرة تانية. رجعنا لكم تاني اهلا بكم. نشوف في بيضة البط. بارد بيضة البط ايه? فقست البطة. حمامة صلعت بط. هي فقست لكن لسه طرية. لسه مبلولة البطة. بسم الله. ما شاء الله. دي البطة. وده اشراها. طبعا مش هنشيلها دلوقتي لكن هنسيبها لبكرة. اه على بال ما عارها داي جف. طبعا هي اه لازم تتشال عشان هي تبقى عايزة تاكل. لكن لازم تجف الاول. اه الام تدفيها الحمامة ده فيها لحد ما تجفوا. ان شاء الله بكرة الصبح نشيلها. نحطها في كارتونة. نربيها يعني زي ما نربيها باي طريقة. واقول لكم هنعمل ايه مع الحمامة? الحمامة عايزة تاكلها. مفكرة انها بنتها. شوف ازاي عايزة تزغطها. الحمامة عايزة تزغطها. شوفت حنية الحمام الزجل. تفتح لها بقاها ازاي? عايزة توكلها. لكن طبعا البط مش بتاكل. البط بيأكل نفسه ومش حدش بيأكلها. هي عايزة تزغطها. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة